الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره على فضله وخيره وأصلي وأسلم على نبيه الأمين أما بعد فإن المرأة المنظم يستطيع أن يفعل في الوقت القليل الأعمال الكثيرة ويكون تنظيمه سبب من أسباب نجاحه في أعماله ولذا كان من الأخلاق الفاضلة التي لها أثر عظيم في حياة الإنسان أن يكون من أهل النظام وقد قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى وإذا غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا للمؤمنين أليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ترجمة نانسي قنقر